اشتركوا في القناة في وقاع التلفيات المتصالح عليها إلى ممثلي شركات التأمين المختصة والمقرر أن يبدأ تنفيذه بتاريخ الحادي والعشرين من يوليو 2021 وبهذه المناسبة أكد العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب الخليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور حرص معالي وزير الداخلية على تبني المشاريع والمبادرات التي تسهم في الحفاظ على أمن وسلامة كافة مستخدمي الطريق وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق السلامة المرورية المطلوبة منويها إلى أنه في هذا الإطار جاء قرار معالي وزير الداخلية والذي يتم بمقتضاه تنظيم أعهاد تنفيذ بنود عقد التأمين في وقاع التلفيات المتصالح عليها إلى ممثلي شركات التأمين المختصة دون الرجوع إلى الإدارة العامة للمرور وذلك لتحديد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات وبمجب القرار تلتزم شركات التأمين المختصة في سبيل قيامها بذلك بوضع آلية توافق عليها الإدارة العامة للمرور وينبغي على أطراف الحادث إخراج المركبات من الطريق إذا كانت تعيق أو تعطل حركة المرور أو تعرضها للخطر وذلك لحين نقلها أو تسيرها إلى شركة التأمين المختصة ما لم يكن عدم القدرة على تحريكها أو إخراجها من الطريق راجعا إلى سبب خارج عن إرادتهم ويجوز لهم تصوير الحادث لأعمال تقييم الأضرار من قبل شركة التأمين المختصة وأكد مدير عام الإدارة العامة للمرور أن المشروع سيكون له انعكاسات إيجابية واسعة على مستويات الحركة المرورية وانسيابها فضلا عن كونه يسهم في سرعة تقديم الخدمات وجودتها وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة والتعاون مع القطاع الخاص لافتا إلى اكتمال الدراسة مع كافة الشركاء وفي مقدمتهم قطاع التأمين المركبات من خلال جمعية التأمين البحرينية وأوضح أن معالي وزير الداخلية وجه إلى ضرورة إطلاق حملة توعوية لتعريف سائقية المركبات بالإجراءات التي يتطلبها المشروع معربا عن ثقته في وعي وثقافة سائقية المركبات والتزامهم بالأنظمة والقوانين وأشار مدير عام الإدارة العامة للمرور إلى أن الإدارة ماضية بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة في تطوير خدماتها من خلال تسهيل الإجراءات وبما يتوافق مع توجيهات الرامية لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر